اغترب اروح لاخر حاجة وهي متعلقة بتزاكر مباراة السوبر او مباراة السوبر اللي هتتلاح في الامارات ان شاء الله نهاية هذا الشهر 25 ديسمبر في مباراةين و 28 ديسمبر ايضا في مباراةين احنا براح اتكلمنا واكدنا لحضراتكم ان مهم جدا حجز التزاكر لحضور مباراة الاهلي في بطولة السوبر والنادي الاهلي كمان نشر عبر حسابه الرسمي احجز تذكرتك لحضور مباراة الاهلي في بطولة السوبر المصري بالامارات اسعار التزاكر اولا في متناول الجميع لان التزاكر كلها مش فئة واحدة ولا فئتين لا انت بتتكلم على سبع فئات اخر فئة الدرجة السبعة بتبدأ من سبعة درهم واعلى فئة الدرجة الاولى 85 درهم وبتتفاوت الاسعار تبقى ليه درجات التزاكر المتعلقة بمدرجات ملعب هزاعة بنزايت من سبعة درهم لاربعتاشر واحد وعشرين تمانية وعشرين درهم خمسة وتلاتين درهم سبعين درهم ثم اعلى فئة الدرجة الاولى 85 درهم مباراة الاهلي الاولى امام سيراميكا كيليباترا والمباراة الاسنية في حال الفوز ان شاء الله هتواجه الفائز ما بين بيراميز وفيتشر يوم 28 ديسمبر في جوائز هتبقى موجودة في هذه البطولة كل نادي ليه ميت تسكرة ولو في نادي عايز يشتري اكتر من كده ممكن ياخد اكتر من كده عشان لو عايز يسوع التذاكر دي لجماهيره في تيشورتات تم توقعها من ابرز نجوم كل فريق عشان يتم طرحها خلال فترة البطولة من خلال مجلس ابو ظابي والشركة الرعية في مفاجآت اكيد كمان للجماهير على هامش حضور هذه البطولة بإذن الله في الامارات العربية المتحدة نهاية هذا الشهر في النسخة الاولى لبطولة السوبر للاندية الابطال كان جرع العرف دايما السوبر ما بين بطل الدور والكاس ولكن على غرار بطولة السوبر الاسبنية التي تتلاح في المملكة العربية السعودية هنشوف نسخة جديدة من السوبر المصري بمشاركة اربع اندية في الامارات ان شاء الله نهاية هذا الشهر اشتركوا في القناة